معناتها سي عبدالباقي هذا هو المثل اللي قلت ويذور لي معتها صارت المشاكل في المغرب والوداد يشتكي من التهديدات اللي قد تحدث في تونس تعليق يا شاب باقي هذه حرب عصاب تقع قبل كل مباريات منها وهذه وما على جمهور ترجي إلا أن يكون ذكي ويحسن التعامل مع ظروف المقابلة ويعرف أنه فريقه مترسد من طرف الكاف بكلها وأن تونس كلها مترسد قدم توصية من طرف الكاف وأنه اللوبي المسيطر على الكاف يخدم في كل الاتجاهات إلا في اتجاه تونس وضد تونس وضد التواسع وبالتالي جمهور ترجي يرد باله على جمعيته ما يتهورش ما يتيحش في رد الفعل ما يتيحش في رد الفعل ما يتيحش في البروفوكاسيون ما يتيحش خلي يصير ليسير تذكر دائما يا جمهور ترجي أنه رأيك أي خطأ تقوم به في الملعب راهو الضحية مش يكون الفريق متاعك وبالتالي مش يكون أنت معاه بعتي بالك ستحرم من حضور الفريق متاعك على المستوى الافريقي والقضية مش قضية شوبرليك فقط راهو قضية قضية عامين كاملين في المشاركات الافريقية وبالتالي عمل كبير يلزم المجموعات تقوم به غدوة في التوعية في العسة كما صار ماتش مازمبي يلزم الماتش هذا يوفى كل كسوة لريزولتات يوفى بالطريقة اللي انتهى بها ماتش مازمبي بالنسبة للبعض جماهير الودادة اللي قاعدين قولوا لهم ربيش فيهم تتفسوا هم عملوا كما حبوا بينونا وراونا كيفاش هم يضيفوا الضيف عندهم واحنا راحنا نضيفوا الضيف اوترمو واحنا ناس متربيين وناس مستوانا مستوى آخر فهمت؟ وبالتالي لن نسقط بإذن الله في مثل هذه الترهات اللي هم يحبوها تصير ليتخلصوا من التراجي اوترمو فقط للمعلومة للسيد المشاهدين أنه رسميا تم القاء القبض في المغرب من قوات الأمن المغربي على بعض العناصر اللي ينتميه المجموعة الوينارز التابعة للوداد ومجموعة الوينارز هذه اللي تم إيقاف بعض العناصر منها بعد بتباعة مع التباعتبار أنهم متهمينهم أنهم كانوا سبب في عمليات العنف اللي صارت على جماهير التراجي مجموعة الوينارز هذه تخرج بلاق وتقول راو مع أنه حتى علاقة بأحداث العنف وقاعدوا يستنطروا بالضبط تفاعل الأمن المغربي مع بعض من معطاء أعضاء المجموعة هذه ويمكن كله في إطار ذر الرماد على العيون من أجل ربما إخماد شوية معتا خلينا نقول هيا جانب على جماهير التراجي وربما التهديد بردد الفعل ولو أنه معتا المعلومات اللي عنها أنه جماهير التراجي تعرف تضبط النفس كما يجب سيا عبدالباقي في مثل هذه المواقف بالضبط وإحنا هذوما هالمجموعات هذوما العصابات المجرمين هذوما إحنا عنا مجالية مغربية كبيرة برشة عايشة عنا في تونس سافي لونطان فهمت وعايشين في سلم وعايشين في أمن وأمان بحذين وبرشة فيهم يحبوا التراجي وبرشة فيهم يحبوا الناد الأفريقي هكا ولا برشة فيهم يتمشي نسوسة قام يحبوا للإطوال وبالتالي رأوا مش هالأربع مجرم هذوما الإقامة وعامل والعملية الحقيرة الدنيئة هذه التي تكشف معناها مستوى من منحط هي اللي مش تخلينا ندخل في تهور لا فائدة منه ولا نتيجة إيجابية ترتجى منه وجمهور ترجين كالرولو الدعوة وكما دعيت بكري لجمهور ترجين الدعوة بالانضباط وضبط النفس ولغشة وبقرة واتقاء ترجمة نانسي قنقر وعلى